موسيقى 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 هي كتابة الدستور وتحضير الانتخابات هذه هي خدمتها مش مش تفكك لي الدولة وش تشد لي مفاصل الدولة ليها مش وقته مش توا بعد تحب تشد في مفاصل الدولة تشدها فمثلا توا انت بربي بش تسميلي توا مستشفى الغازي لازم المدير متاعه يكون إسلامي تبدل وتحط واحد من نهضة الفيديوه دي بديتها بالعاني بلطفي مقطوف في تصريح متاعه وفي بعض المنابر يصار الاستداء عليه هنا حتيت مقطع صغير يجي ميجلب الانتباه متاعكم بش تفهموا شنو ما الطرق اللي هم يرضى وبيعهم الشعب انه يطالب الحقوق متاعه من بين الاليات عندك الاليات مستشفى الامراض العقلية كل ما هو يقوم الطرح يفضح ويكشف حقيقة يربط الخيوط ببعادها باش تكشف المؤامرات متاحه من بين الاليات اذا ما قدروش عليها اجرائيا مقادميا يسعى انه يشوهوا كل ما هو عنده رؤية واضحة وتكشف عن المؤامرات متاحه انه يتهموه بالجنون باش ينجمو يحطوه في مستشفى الامراض العقلية يلزم يحطوا سيطرة متاحه على مستشفى الامراض العقلية فهو هي الانستيطوشيون اللي هي حكومية واللي مانت حتى حد ما نيجي ميناقش فيها مانتها بيتي علت اللي هي عندها الاهلية باش تحكم شكون اللي هو مانتها ذهنه سليم واللي شكون ذهنه مسليم اذا من بين الامثلة اللي ريتوهم وحطوهم في سبيتر المبلة وتعبوهم ياسر من الناس اللي تعبت عندكم الكامل اللي قال انا ولد بن علي مانتها القضية متاعه كانت واضحة وصريحة المضمون متاعه كان مضروب وما كانش مانتها مضمون صحيح السيد صار التبني متاعه في حين مفهم حتى اي حكمة اللي هو فيه مانتها التبني متاعه وتلد مضمون مكتوب باسم الناس اللي اللي ما همش والدي وما صار حتى اي تحقيق في من هم اوليائه الحقيقيين مروان الخريجي جابون سيسا مروان الخريجي اللي دعا ميتالا اللي هو ود بن علي ولو يجم يكون قاب استهادات يشكون ينجم انتها يكون بو لكن القضية المطروحة تقعد ديما منتها تطرح نفسها بحكم انه المضبون متاعه مثلا غلط لذلك يفاش تصدام مضبون باسمي اخرين بدون حكم لذلك هذه القاسية لا تطرقوش لها والسيدة ذاك تشوفه ريته في الاعلام خدموا بيه كما حبوا وبعد في الاخر بجرة قلم وكال الجمهورية قالت حطه في سبيتر الرازي بتعلت انه محبور لذلك علشي خطر قام حركة اخلاقية قالت قدام وزارة الداخلي هكذا يصير التعامل لتلجيم الافواح لطفي مقطوف اللي هو محسوب على سلك المحامات يعرف اهمية هكذا لتلجيم اصوات اصحاب الحق هنا الشعب التونسي بديت وتفهموا شوي يظهر لي حجم المؤامرة اللي هي المؤامرة الدنيئة انه قد بولكم اشخاص كناس ابتال وكقدوات في حين هما مكنتوش تعرفون ومكانوش عايشين بناتكم ومكانوش اسقاط انتاحهم اسقاط انتاجابوهمكم بالبارشوت وهمتوهمكم في البلاد باش هما يقول لي ومكان انتها ينظروا لكم ويقروا ويتكلموا باسمكم اللي انتم ما تعرفوهمش وامركم انتخبتم وهذا لا علاقة لهو بالديمقراطيتي جملة وتفصيلا بو اشبتلكم في دي فيديو اخرين على راند كوربوريشن راند كوربوريشن اللي هي راند كوربوريشن راند كوربوريشن راند كوربوريشن راند كوربوريشن راند كوربوريشن بحث و تطوير بو المنظمة هذه هي منظمة عسكرية كنتي بدات بدات نفس الوقت بريس كليتتكون فيها الناتو كيفية منظمة هذه عسكرية تابعة لفياسيو اوش قالوا اي سيدي احنا عسكريين باش نتعاملوا مع المدنيين باش يدخلوا كل ما هو متعلق بالمدني مع العسكرين كل ما هو متعلق بالجميع اوجه حياتكم اليومية سواء كان معاملتكم المليم تدخل فيها العسكر معاملتكم اللي متعلقة بالصحة الصحة داخلة في العسكر التعليم متعكم التعليم ولا داخل في العسكر الغذاء متعكم وبهكذا طريقة والت تنظر لجميع الحكومات في العالم اللي هي شريط الذمان ممتعهم تنظر لهم وهي اللي تعمل المؤامرات وتعمل روحات تتوقع مش يصير ومش يصير في حين من هي اللي كانت وراء المؤامرات هذيك فهمتوش تحب نقصد شوي دونك التقارير متع الراند كوربوريشن اللي صار في الفين وخمسة اللي يحكي علش مش يصير مثال في تنس واليوتو وفيه صاير هنا اللي يقول للنظرية المؤامرة ما تجم تسمى حاجة مؤامرة إلا إذا هي صدرة من قبل وصار بدأت تنفيذ متاحه وهذا هو اللي حدث في الربور متع الراند كوربوريشن هذا هو الربور متع الراند كوربوريشن هذا الوريجينال تقرأ فيه الربور متع الراند كوربوريشن وهذا هو البراند كوربوريشن شكونا عاملو شيريل بيرنارد وشكونا عاملو لاراند كوربوريشن هذا التقرير ما تبتلكم عليه في فيديو اخرى بيبون ما فيها بس نعودلكم باشتفهموا الخريطة هذيه التلافية تحكي على عديد منظمات كيما الاراند كوربوريشن واضح ولا عندك بلزيور السايسي تسا بون ما عنده حتى قراء من النزاهة وحتى قراء من الوطنية ولا لن يتجرأ يوم انه مش يحكي لكم على الربوريشن خطر هي اللي تسطر له في السياسة نحن مش مش يحكي لكم عليها هذي مشكورين فمشكون من لبنان ترجموا المخطط هذي معمول فيه الفين واربعة ومتراف الدهات الفين واربعة الاسلام الديمقراطة المدنيه موارد استراتيجيات والشركات كانوا ينظروا كيفاش مش يدمروا الشعب المسلم كما يقولوا من عمق انهم يدفعوا لسدة الحكم ناس متاسلمين ليس يتنازلوا على ثوابت الدين الاسلامية المسلم يعرف قال الله قال الرسول عنده القرآن وعنده السنة بلاش قرآن بلاش سنة بلاش قرآن بلاش سنة بلاش تفهم دينك بلاش قرآن بلاش تصلي مركعة بلاش مركعة في صبح وفرل وكذا كيفية السنة هي واحد هذا اللي هما سعين عندهم مدة كبيرة انهم يشوهوا العرف الاسلامي بوجوه ينسبوهم للإسلام ومعندهم حتى علاقة بالإسلام كما إرهاب وكذا هذا كله ما عنده حتى علاقة بإسلام الناس هما ورقية خرقوهم هما ونسبوهم للإسلام ليو شوهوا واحد كما قلوا عنك عاد محارم وفردن في عائل كان عائلتك كلي فاسدة لتحميل وزيرة الوزراء أخرى لذلك اللي هنا سعوا باش يشوهوا منت الإسلام بأني طريقة يحطلك الناس اللي هما سوديزون إرهابين وكثريتهم حتى الضبح وقتل وكذا هما كلهم كما جامعيات اللي هما وقفهم في العراق منتاع عصابات بالمجرد مجرمين ناس قتلين ما عندهم حتى علاقة لا بنظال ولا بدين ولا بحث شيء وحطوهم لك تحت لواء إسلام لذلك العملية التشويهية بدأت من حكاية سلمان رشدي الآيات الشيطانية وكذا وكان برمجه من عام ٢٨٠٨ مخاطط برنار لويس لكي يصير تقسيم العالم العربي مرة أخرى لكن هنا خبث فاشكا وهو موجود في تقرير راند كوربوريشن اللي يقول لي تحكي بنظرية المؤامرة ما تجمش تقول لي نحكي بنظرية المؤامرة ما اكترا فيه قدام عينيك مكتوب في سنة ٢٠٠٠٤ الخطة كانت وهذا هو المحتوى منتاع التقرير هذا ما يقسم بعد ما صارت تشويه العرف عن طريق العملاء اللي هما كانوا حكم البلاد في البلدان العربية اللي يتسمى بلدان العربية قومية لا فيها قومية حد شيء القومية هو الغطاء اللي هو مش ينسيه في الإسلام تحت التطميع يعني أنه يحطوا حاكم باش يشيع فكرة القومية شافك القومية وتولي البلدان تكفي بعثها وتولي اتفق العرب وعلى الله يتفقوا في حيث تحت رأية الإسلام كانوا المثل المين كيفش يقول مفهم حتى فرق بين هذا وهذا إلا بالتقوى اللي يفعل أكثر خيرا ذاك هو اللي مفضل ليس اللي عنده أكثر فلوس ولا أكثر فساد الناس هذون هما يزجوا بالشعوب منتاحهم في التقاتل وفي التناحى باش يدروا كيبدا الشعوب متعاكة مبعادة ولا الشعب في حد ذاته يبدأ في حالة فوضى ذهنية وكذا كي نجم يسرقوا كما يحب المخطط متاع هو كي دفع لصدة الحكم الناس متأسلمين متنازلين على ثوابت الدين الإسلامي باش يطهن المسلم الطبيعي اللي هو القرطال الله قال الرسول كي ما قال ربي في كتابه من أحاديث اليه صحيحة وما هو موجود في القرآن اللي هو معناتها خير الكلام يكلام الله يولي ذلك يظهر متشدد وهكذا بالطريقة هذية هكو يتخلص من أي شعب الطريقة هذي كان قيد على الإرهاب فلان ما تشدد تقولك هو متعددك على دينك وعلى ثوابت متاعك ترى حزب النهضة يعنق لي في مكاين اش مشتعنق لي في إنسانا والعدوه متاعك دونت من الثوابت متاع دينة متاعنا الولاء والبراء الولاء مش كون جي انت ترميروك في حظان الشيطان وتقول لي ما انت تبعني فاش مش يتبعك لا يأتي منه الشيطان لا يأتي منه الخير وعمرك شريط واحد متصهيل جاي مش تسند واحد مسلم على حلاوة عينيه هنا ذهن البسيط حتى لي عمره محد ثقية في الجامعة ما يقبلهاش يرى الحكاية من بعيد بكل موضوعية الامر لا يستقيم هذا هو الخطة اللي كانت مدفوعة عليها المنطقة العربية هكيكا مش يكرهوكم في كل ما هو فترة سليمة وبعد في الأخر تولي عاد الانفلاتات وتولي يكتب لك دستور وهي أصلا يضمن حالة الفوضى اللي تكتب فيها الدستور وتولي دستور يخدم ضد الفترة السليمة وتولي الدولة بقوانين اللي أسقطوها وتولي هي تسطر لك منهج الحياة وتولي لك ربي على وجه الارض وكما ريته في التصريحات محامية تكلمت فيما يخص الطفولة من المثال لحطوا الخبط وطريقة الطلبة والتدريج استدراج كيفاش ما يصير حتى تحقيق وحتى كيف يقولوا فكرة للمواطن التونسي بعد ما جابوا الأولياء المتح عليهم الضحاية مثل الكيه هذي وما اخذوا الموضوع هكذا موضوع جدي ما تختيش بجديه لا عندك فكرة طويقة لش لاش صار في التحقيق لا كذا لش كون كان وراه شي ذي الريان تطلعها جمعية اللي هي زامت بتحكي باسم الطفولة وش كون عليها محامية بالطبيعة كل محامية تقول في الأخر المطار شوف الهدف اللي حتى تصل وحطيت هنا في الفيديو بالتوضيح قلت حق الدولة إن تكون هي مصدقة على الأولياء في رعاة الأطفال معناتها الدولة عندها حق أكثر من أولياء على الولادة متاحهم افهموا معناتها عمق الخبط والخطر اللي هو متهدد الشعب التونسي بأكمله وعائلات وكل شيء معناتها ينجم هو يدعي أنك أنت تربي في ولادك ماكش مع تاني بولادك فرضا ولو تريد تربي فيهم تولي لا يخلق لك سبه وتولي الدولة عندها حق قبل العائلة هذا اللي طالبت بها المحامي هذين لأنك بشتفهموا المحامين شنو دورهم هو افساد كل ما هو فترة سليمة وفرق طانون من الفترة الشاذة والفاسدة واللي هم يحلوا الباب على كل ما هو شذوث جنسي وكل ما هو تقنين ما لا يسمى بمسمى هذك كما مثلا مرأة مع مرأة ما لا تجيب تحكي على زواج انت كمواطن حتى الغربة اللي حصل في الشي هذة يطوي ذوق في الداء من الوثيرة اللي تتسارع بها العملية هذة التقديلية اللي هي قاعدة تشرع في الجريمة لي نوصلو طولة بيدوفيلي وحنا لا يضعو فيليش بيتلكم في اخر فيديو ريتوه يظهر لي تحكي على بغتخون دولانوية اللي هو كان الرابط ما بين كل ما هو هيك لدولتنا من اللي جيت تي رقبتو عليها من اللي جيت تي رقبتو عليها من اللي زعبوكا رقبتو عليها باش العصابة هذة كل اللي تراو فيها تويكا هي اللي قاعدة تسطر لكم في الدستور متاعكم في منهج الحياة وهي قاعدة تركع في البلاد باش تأتيع لقمة سايغة على مستوى الاقتصادي والمستوى النظام الاجتماعي اللي هو سكروه بدستور دستور اللي مشا يجري سي بن جعفر ما عندوش ياسر بعد ما تكتب الدستور يجري كوميسيون دفنيس اللي هي ترقب كما قولوا خضوع الدستور هذة يلي مش يبدو هولا للستاندار متاع اللي هوما متال الحكومة العالمية معنتها يقول لك احنا هيكل ما نتدخلوش في الشأن الخارجي متالها بلدان بس كو يعرفوا ان اللي هو امن المرحلة متال التدخل لإيصال الدستور للقواعد العالمية اللي هي الشاف ذو ضد الفترة اللي هوما اللي تعهدوا بالمهمة القادرة هذه واللي هوما كانوا يسولوا ويجولوا في صلب المجلس الاسيسي وقالتها اللي دخلت في التليفون في برنامج بالمارسات قالت شكونوا من الناس هذو النواب فردمان وغيره ويتوسا وشكون دخلوه من النواب المجلس الاسيسي لذلك الهنا ان شاء الله بسطت لكم ما شنية الفيديو اللي حكينا فيهم علي زي موكا والخطورة من طوية تونسي بصراحة يزمك تقفل البلاد لنجعلكم في فيديو اخرى بالحلول اللي هي حسب ما معتقد بمتاعي اللي هي مش تكون صالحة ببلادنا باش تخرجنا من الأزمة الكارثية اللي احنا فيها وشكرا للقاء